هذا الفيديو يعتبر الفيديو الثاني ضمن سلسلة انشاء القناة بعد أن انشاءنا القناة نريد أن نضيف لها غلاف وصورة شخصية الذي لا يعرف ما هو الغلاف الغلاف هو الذي يصار في الصبح الرئيسية للقناة ويكون بهذا الشكل تصميم غلاف احتراف للقناة واختيار صورة شخصية مميزة يعتبر أمر مهم للقناة لأن المشاهد يأخذ الطبع حول جودة المحتوى التي تقدمه بدخلال الشكل العام للقناة كالغلاف والصورة المصغرة والصورة الشخصية للقناة لذلك سنصمم الآن غلاف وصورة شخصية وسنتحدث ان شاء الله فيما بعد عن مواضيع الصورة المصغرة لتصميم غلاف وصورة شخصية أو شعار للقناة سنستخدم تطبيق كانفا يمكنك تنزيل التطبيق من متجر بلاي تطبيق كانفا سيفيدك بإعادة أشياء ويعتبر التطبيق الذي يحتاجه كل من لديه قناة على يوتيوب لننتقل الآن إلى تصميم غلاف وصورة شخصية للقناة نفتح تطبيق كانفا طبعا كانفا يتوفر في تطبيق ويتوفر كموقع أونلاين يمكنك أن تعمل على الموقع أو تستخدم التطبيق لكن أنا أفضل للتطبيق نبدأ أولا بالغلاف سنبدأ أولا بتصميم الغلاف سبعا التطبيق يوفر قوالب متعددة ومختلفة قوالب لتصميم صور مصغرة قوالب لتصميم غلاف قوالب لتصميم صورة شخصية للقناة وقوالب أخرى لكن التي يعملنا في هذا الفيديو تصميم غلاف وتصميم صورة شخصية للقناة من هنا في أعلى الشاشة نبحث عن بانار يوتيوب نضغط عليها بانار يوتيوب يعني غلاف على يوتيوب هنا يظهر لنا قوالب لتصميم غلاف للقناة كل قالب من هذه القوالب يجبك وتريد أن تستخدمه للقناة تضغط عليه وتعدل على القالب كيفما تريد تعدل على النص تعدل على الألوان يمكنك أن تعدل على هذه القوالب لكن يجب أن تنتبه إلى القوالب المدفوعة هذه القوالب لا يمكنك أن تستخدمها إلا إذا كنت مشترك بالنسخة المدفوعة في التطبيق يوجد هنا في أسفل القالب كلمة مدفوع أو يوجد هنا علامة برو لا يمكننا أن نستخدم هذه القوالب طبعا هنا يظهر لنا قوالب من محتويات مختلفة يقترح لنا قوالب من كافة المحتويات لكن لنفترض أن مثلا قناتي قناة طبخ وقناة ألعاب لكي يتصفح فقط القوالب التي يحتاجها وأختار القوالب المناسب يمكننا أن نحدد له أن يقترح لنا القوالب في محتوى معين فقط يوجد هنا في الأعلى علامة البحث نضغط عليها فقط نكتب محتوى القناة سنكتب مثلا ألعاب ونضغط على بحث نلاحظ أنه بدأ يظهر لنا فقط القوالب الخاصة بمحتوى الألعاب بهذه الطريقة يمكننا الحصول على قالب الغلاف بطريقة أسرع لنفترض أعجبني هذا القالب والقالب مجاني نضغط عليه أي شيء تشاهده في هذا القالب يمكنك أن تعدل عليه يمكنك أن تقوم بتغيير هذا النص وتكتب اسم قناتك مثلا يمكنك أن تقوم تبديل هذه الصورة وتوضيف صورتك الشخصية جميع الأدوات الموجودة في هذا القالب يمكنك أن تعدل عليها لكن يجب أن تعلم أن هذا هو القالب الرئيسي للغلاف لكن فقط هذه المنطقة التي ستظهر في القناة تصميمك للغلاف سيكون بهذه المنطقة لأنه لن تظهر بالقناة إلا هذه المساحة فقط لكن يوجد مشكلة في هذه التصاميم ربما بعد أن تقوم بتصميم القالب وتنتقل إلى اليوتيوب لكي تضيفه كغلاف للقناة تلاحظ أن الغلاف ليس بمقاسه الصحيح سيكون مقاس التصميم كبير الآن سنقوم بتصميم هذا الغلاف دون أن نعدل عليه وبعد أن ننتهي من التصميم سننتقل إلى اليوتيوب لنرى كيف سيكون القالب أكبر من الحجم المحدد سننصمم الآن هذا الغلاف لنتعرف على الأدوات التي يوفرها التطبيق وكيف نعدل على ألوان وأشكال التصميم الآن لنعدل على هذا الغلاف لنفترض أريد التعديل على هذا النص نضغط عليه ونضغط على تعديل مثلا يمكنك أن تكتب اسم القناة لنفترض أن أريد أن أطيف صورتي الشخصية بدلا من هذه الصورة نضغط عليها وتختار حزف وتختار حزف الصورة وليس حزف الإطار كيف نضيف الصورة الشخصية إلى الغلاف نضغط هنا على علامة بلاس وننتقل إلى معرض الصور يوجد هنا كلمة الأخيرة تضغط عليها تظهر لك المجلدات والملفات الموجودة على الجهاز تحدد الصورة الشخصية التي تريدها سأختار مثلا الصورة الشخصية للقناة نضغط عليها ونختار إضافة إلى الصفحة فقط نقوم بتحريك الصورة ونضعها هنا وتتم إضافتها إلى القالب تلقائيا لنفترض أن تقمت باختيار غلاف معين لكن في الغلاف لا يوجد قالب الصورة التي أضفنا به صورة الخناة كيف نحصل عليه؟ نضغط على علامة بلاس وننتقل إلى قسم العناصر نضغط في الأعلى على بحث وتكتب في البحث إطار صورة تضغط هنا على السهم وتختار إطارات يوجد أشكال متعددة من الإطارات تحدد الإطار الذي تريده فقط تضغط عليه ويتم إضافته إلى الغلاف لنفترض لون الغلاف غير مناسب وأحتاج لتغيير هذا اللون تضغط عليه تختار اللون المناسب ويمكننا أيضا إضافة عناصر أخرى للغلاف مثلا هذا الغلاف لقناة محتوى ألعاب أحتاج لإضافة مثلا بعض الصور أو بعض التصاميم لكي أضيفها في الغلاف مثلا عناصر وأشياء علاقة بمحتوى الألعاب نضغط على علامة بلاس نكتب في البحث الشيء الذي نريده مثلا للتجربة سنكتب ألعاب ونضغط هنا على تصاميم جرافك وأيضا هنا نفس الأمر يوجد بعض العناصر المدفوعة وبعض العناصر المجانية يمكنك أن تبحث عن الأدوات التي تريدها وتضيفها في التصميم مثلا سنضيف هذا التصميم يمكنك أن تقوم التعديل على الألوان والتحكم بالحجم كيفما تريد طبعا أنا أعطيك فكرة عن كيفية تصميم الغلاف وأشرح لك الأدوات بشكل عام وأنت تقوم بتصميم الغلاف على طريقتك إذا أردنا حزف شيء من الغلاف نحدده ونضغط على حزف الآن لنفترض انتهينا بين التصميم نريد حفظ التصميم بالمعرض نضغط هنا في الأعلى على حفظ ونختار تنزيل ونضغط على تنزيل ننتظر ثواني بينما يتم التحميل تم حفظ التصميم بالمعرض لننتقل الآن إلى اليوتيوب لنضيف الغلاف فنشاهد أين المشكلة نضغط في الأعلى على القناة ونضغط على اسم القناة ونضغط على تعديل القناة نضغط على صورة الكاميرا ونختار الاختيار من الصور وعندما تضيفه إلى القناة يكون بهذا الشكل يكون التصميم أكبر من الحجم المحدد للغلاف لذلك سنقوم بتحميل صورة مقاس من جوجل لكي نقوم بتصميم الغلاف بالطريقة الصحيحة تنتقل إلى جوجل وتبحث عن غلاف يوتيوب وتضغط على صور قول صورة الظهر لديك تضغط عليها لننتقل الآن إلى كانفا لنسمم الغلاف بالحجم الصحيح الآن بعد أن قمنا بتنزيل الصورة نضغط على علامة بلاس ونختار معرض الصور نحدد الصورة ونضغط على إضافة إلى الصبح نضع الصورة في هذا المكان ونقوم بتكبير التصميم ليكون على الحجم الصحيح الآن نضغط على علامة بلاس ونختار هذا الشكل نقوم بإضافة هذا الشكل على جوانب الشكل الذي سيكون غلاف القناة نضغط على تكرار الآن نحدد الصورة ونقوم بإزالةها الآن عرفنا أن تصميمنا للغلاف سيكون ضمن هذه المساحة سنقوم بتصغير حجم الغلاف ترجمة نانسي قنقر تم حفظ التصميم بالمعرض طبعاً الطريقة سهلة ويمكنك أن تطلع على قوالب من محتوى قناتك ليكون لديك فكرة عامة عن كيفية تصميم الغلاف وتقوم بتصميم الغلاف احترافي الآن نتعين من تصميم الغلاف لننتقل الآن إلى تصميم صورة شخصية للقناة بالنسبة للصورة الشخصية بعض القنوات إما أن يضيب صاحب القناة صورته الشخصية على القناة أو يستخدم صورة معينة تدل على القناة أو شعار للقناة الشعار يكون تصميم يعكس المحتوى الذي تقدمه القناة أو مثلاً كشعارات الشركات الكبيرة كميتة وأبول وكوجل والشركات الأخرى لكل شركة يكون لها شعار معين الشعار هو ما يميز الشركة وحتى أنه إذا طلعت على قناة اليوتيوب بشكل عام تعتبر شركتك الصغيرة أو مشروعك الصغير التي تبدأه من الصفر فنبد من أن تختار له شعار واسم خاص به وتصميم الشعار يكون مثلاً إما لإسم القناة يعني أن أصمم شعار على حسب باسم قناتي ويكون الشعار مثلاً بهذا الشكل أو أصمم شعار على حسب محتوى القناة وأيضاً يكون بهذا الشكل ويختلف من محتوى قناة إلى أخرى فيقوم أصعب القنوات بتصميم شعار ليميز القناة ويمكنك مثلاً تبداية أن تستخدم شعار مجاني من كانفا مع إضافة له بعض التعديلات لكي يتناسب مع محتوى قناتك وإذا أردت مع الوقت ومع مرور الأيام يمكنك أن تقوم تصميم شعار احترافي لقناتك لكن كبداية تصميم شعاراً طريق كانفا يعتبر جيد نوعاً ما الآن من الصفحة الرئيسية ننزل الأسفل إلى قسم الشعارات أيضاً على نفس المبدأ يوجد قوالب للشعارات ويمكنك أن تعدل عليها شعار خاص في المحتوى كورة القدم شعار خاص في المحتوى التعليمي شعار خاص في المحتوى الطبخ إلى آخره نضغط على عرض الكل أيضاً يمكننا البحث عن شعارات محددة سنبحث سنسلاً عن شعار لقناة المحتوى الطبخ لاحظ كمية الشعارات الرائعة والاحترافية التي يوفرها التطبيق وأيضاً لا تختار أي شعار مدفوع سنحدد مثلاً أي شعار لعلى التعيين الآن اخترنا مثلاً هذا القالب مثلاً أحتاج إلى أن أقوم بتغيير هذا الاسم إلى اسم قناتي لنفترض لم يعجبك عضل خط تضغط عليه وتنتقل إلى قسم الخطوط تضغط على الخط وتبدأ من هنا تختار الخط المناسب لنفترض خلفية الشعار لم تعجبك وتريد تغييرها تضغط على الخطوط وتنتقل إلى الألوان تضغط على اللون وتختار اللون المناسب مثلاً سنضيف شكل معين ليكون التصميم مختلف نوعاً ما نحتاج إلى أن تكون هذه الدائرة خلف التصميم الأساسي ننتقل إلى قسم الوضع ونضغط على إلى الخلف تقوم بالتعديلات التي تريدها على التصميم وحاول أن تعدل عليها بحيث أن تكون مميزة لقناتك فقط لأنه إلا ربما هناك قنوات أخرى قد استغتمت هذا الشعور فإما أن تعدل على الألوان أو تكتب اسم قناتك أو تعدل عليك كيفما تريد المهم أن تجعله مميز وخاص فقط بقناتك طبعاً تصميم دهات الشعار يعتبر تصميم بسيط وغير احترافي هذا الشعار فقط لشرح ولكي لا نطيل الفيديو المهم أن تعرف كيف تحصل على قوالب الشعارات وكيف تعدل عليها وأنت تصمم شعار احترافي ومميز بصريقتك وبعد أن ننتهي نضغط على حفظ ونختار تنزيل الآن انتهينا من تصميم الغلاف وتصميم الشعار أو الصورة الشخصية لننتقل الآن إلى اليوتيوب لنضيفهم إلى القناة نضغط في الأعلى على القناة ونضغط على اسبه القناة ونضغط على تعديل القناة لنقوم أولا بإضافة الغلاف في القناة نضغط على صورة الكاميرا ونختار الاختيار من الصور هذا أول مقاس الصحيح للغلاف يظهر الغلاف بهذا الشكل ويكون على المقاس الصحيح طبعا أثناء إضافة الغلاف تحتاج أن تقوم تصغير الصورة بهذا الشكل لتكون على المقاس الصحيح بعد أن تنتهي تضغط في الأعلى على حفظ نضغط الآن الصورة الشخصية أو الشعار للقناة نضغط على صورة القناة ونحدد صورة الشعار ونضغط على حفظ والآن نكون قد حصلنا على غلاف احترافي وقومنا بتصميم شعار جيد للقناة القوارب جائزة وأن تكون ما عليك أن تقوم فقط بتعديلها لتصبح مناسبة ما محتوى قناتك والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر